اشتركوا في القلبكم بس حاولوا تعملوا التمرين مثل ما قلت لكم وان شاء الله ستستفيدوا ونفيد بعضنا باذن الله تعالى الله يسعدكم ويعطيكم لايرضيكم خلاص انا بانتظار التمرين باذن الله حاولوا تدخلوا على قناتي اشعل شمعتك وتشوفوا الفيديو كامل وتعملوا التمرين وانا كمان من كتفي اسئلة مش فهمانين التمرين ان شاء الله انا هعملكم فيديو خاص كيف انا بدي حط طموحاتي انا شو بحب كيف اوصل لسر وفن العيش هلي انا بدي عيشه بها الحياة وانا مرتاحة وهلا فصل الخريف لحنا كتير كتير حكينا عليه وقالنا قديش في مشاكل بالالفلونزا بالرشح بالضعف جهاز المناعي كيف بدنا نقدر لحنا نقوي جهاز المناعي وانا عملت لكم كتير فيديوهات يا ريت تدخلوا على القناة وتشوفوا الفيديوهات كي اول خطوات بتكن تتبعوها اذا في احد اجاه الالفلونزا في البيت مشان ماين عدو الكل ومع انه هي ما بتصير عدوه الا الا الجهاز المناعي هو اللي بيوصلك انه تجيك الالفلونزا ومو غلط انه تجينا الالفلونزا لانه هي بتطالع السموم والجراسين من جسمنا عادي لو اجتنا الالفلونزا بس لما تجينا خفيفة وبدون ما نتأثر قوة جسمنا المناعي عم يحارب هذا الفيروس اللي عم يدخل انتو بتكونوا كسبانين قوة جهازكم المناعي وانتو قوايا ما عندكن ضعف ابدا باذن الله تعالى اول خطوات اول ما بيصير احد معه الالفلونزا بتحاولوا تحطوا الارفة والمر المر كتير كتير مفيد والفيكس على النار وبتحاولوا تبخروا بيتكن كل ياتو بالمي البوخار هاللي اللي احنا حطيناها بالتنجرة بتبخروا كل بيتكن مشان الفيروس هاللي عم يطاير بالبيت والاشياء السلبية اللي بالبيت كل ياتا تختفي تاني شغلة منحط الورق الاورة وورق الغار عالفحم ومنبخر بيتنا كل ياتو تالت شغلة منحط الملح الصخري او ملح البحري بقلب زوايا بيتنا وتمسحوا بيتكن كل ياتو اهم شغلة انكم دائما تغيروا الشراشة في السرير كل ليلة مشان اولادكم ما يناموا على نفس الفيروسات اللي خرجت من جسمهم بالليل مشان تختفي السخونة اول ما بتطلع السخونة لأولادكم انتبهوا من المسكينات كتير حكينا على المسكينات الها مضار وهي اللي بتعمل التهابات للغدد اللانفاوية هي اللي بتخلي اولادكم بدال ما يجلسوا 24 ساعة بالفلونزا بيجلسوا اسبوع واحيانا اسبوعين وما بيطيبوا بسهولة اول ما بتطلع الحرارة حمام دافي عبوا البانيو حطوا ملح صخري او ملح بحري وخلوهم جالسين بالبانيو لمدة 5 دقايق 10 دقايق قد ما بتكون اول ما يطلع الولد بالبانيو بتحسوا انه ما كأنه كان صخنان الولد صار نشيط صار في عنده نشاط لانه في دراسات كتير طلعت هاللي بيعطي ولاده مسكينات من جد بيصير معه التهابات بالغدد اللانفاوية او التهاب بالاذن الوسطى حاجة يضحكوا عليكن ويقلولكم مسكينات وهي ما فيقلها اي عواقب كل شي ادوية فيقلها عواقب بتداوي مكان وبتضر امكينة تانية وبإذن الله يبعد عنكن كل شي خامس شغلة لازم نشيط البصل والليمون كتير حكينا عنه اول شغلة منقسم البصلة بالنص وين في اولادنا نايمين وين منجلس في الصالة نحط نص البصلة مشان تصحب كل الالتهابات والاشياء السلبية ما يتأثروا من اولادنا وحتى بيستفيدوا من نعمينام وطريقة التنفس من البصل والليمون بيعطي استرخاء وبيروح كل الالتهابات هاللي بجسم هون شوفوا الفيديوهات انا عاملتها ما بدنا نفصل كل شي وحط وساوتلكم يا اولاين كيف بحطة لأولادي وانا نايمة في شغلة كمان انا بدي احكي لكم البصل مجرد ما يقلك الدكتور روحي عند الدكتور شوفي ابنك شوفي معه مشان تقدري تعالجي انتي مو انه ممنوع تروحي عالدكتور لا بالعكس روحي عالدكتور يخليه قلك شوفي معه وبعدين استخدمي النصيحة الرائعة اللي بتجنن البصل بتبشريه بتطالع الموية البصل بتجيب العسل وخصا العسل الابيض عسل السدر لازم يكون صافي العسل وحطيه معه وكل ثلاث ساعات عطيه معلقة اي التهاب مهما كان حيروح بإذن الله بسهولة وافضل من المضاد الحيوي ترى كتير في دراسات اللي بياخد مضاد حيوي اولادكم لهم تعرض للنزول لوزهم الزيادة الغدد اللامفاوية وجع راس تشنج عضلات تلبك معوي تلبك الجهاز الهضمي وجع الركب المفاصل كلهم وهلأ النصيحة الأخيرة تغذية صحية لأطفالنا التنبيت حكينا عالتنبيت لك التنبيت عشرين مرة صلنا حكينا عالتنبيت انتبهوا التنبيت لأطفالكم لو اجتهم الفلونزة بتجيهم هيك مثل النسمة مثل الفراشة بتهب على هالورود مشان تقدر هيك تشم ريحة الحلوة اهتموا كتير بالتنبيت ما في أحسن منه بيقوي جهاز المناعة في عندكن عشبة القنفوذية هاي بتقوي جهاز المناعة ممتازة الجي سينك بتقوي جهاز المناعة هلا بيهالأيام دائما عطوهن لا تقولولي نجيب مكملات غذائية انتبهوا الله يرضى عليكم جيبوا الخضرة عصير الكرافز ممتاز جدا 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 كمان انا عملت عليه فيديو بتقدروا تستفيدوا منه بطريقة ما شاء الله بدنا نهتم بأولادنا من الفيتامينات ترجمة نانسي قنقر